سابق إذا راجعت الكلامي قلت لك كان في السابق من كم سنة أنت مستحيل كنت تشوف هو ما يهمه أصلاً شكله حلوه وأخلاقه خارئه هو ما يهمه هو يبغى مره بس ما هذه الفكرة؟ أنك تعزل الرجال عن النساء فهمت عليه كيف؟ عساس أنت عندك يكون شبق جنسي ومشتهي النساء فكيف تحصل على النساء وخاصة أنهم فائقات الحسن والجمال؟ المتاجرة في النساء أنك تروح تقاتل في سبيل الله فإن قتلت أخذت نساء وإن ما قتلت عندك من الجواري وطبعاً حالياً ما فيه جواري يعني زي في السابق فمحمد قال أغزوا تبوك تغنبوا بنات الأصفر محمد ما تاجر في فرج النساء في زواج المتعة حالياً تغير الوضع كثير بسبب الإنترنت وحالياً تقدر تتعرف على واحدة بسهولة تعطيها رقم تليفون سناب لكن في السابق أنا عايشة الفترة هذه على فكرة في السابق كان جداً 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 صعب ما فيه كان شبه مستحيل خاصة في المدن الصغيرة شبه مستحيل أنك تتعرف على أمرأة فيصير عندك هنا شذوذ يعني يصير الشخص يدور يدور على بدائل فتشوف كانت نسبة الواط جداً عالية في السعودية بشكل مو طبيعي كان يعني تقريباً اللي مو لوطي في السعودية أو ما بغى أذكر السعودية بس أنا ليش أذكر لأنه كنت عايش في المكان هذا أو في الأماكن اللي خلينا نقول معزول للنساء عن الرجال في إفغانستان وباكستان والدول اللي مو لوطي يعتبر شاد صدقني في رأس اللي كان مو لوطي وعنده واد يعني كان يسموه الواد يعني ايش يعني صديق أو مو صديق زي بويفرند يعني فهمت عليك ايه اللي ما كان عنده واحد كان يعتبر شاد يقولونه أنت جنس أو مثلا جنس ثالث كان كده ينضرون تصدقني بفترة زمنية ما ليه لأنه هذه الغريزة وسطة موجودة فينا وأنت عندك قوانين عزلت عزلت الرجل عن مرأة بشكل قمعي ما تقدر تكلم أصلا ما تشوف إلا أمك وأختك بس